السلام عليكم طلبتنا العزاء سؤال وردني من أكثر من مصدر هذا اليوم جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل والمار بالنقطة 1 أربعة علما أن القطع المكافئ ليس بدالة إذن لسرعة الحل إليكم الأمور التالية من شروط العلاقة أن تكون دالة يجب إمكان كتابتها بالصورة Y تساوي F of X يعني معناها الطرف الأيسر ما لا تواي الأس ما تواحد المعامل ما تواحد الطرف الأيمن ما بواي إذن X ثابت هذه أسميها دالة وإلا ما تسمى دالة تسمى علاقة ضمنية طيب ولأن النقطة تقع بالربع الأول والقطع المكافئ رأسه نقطة الأصل السهناء من أريد أرسم القطع المكافئ إذن السهناء هذا المستوى الإحداثي النقطة سيرى بالربع الأول يعني معناها أما يكون رسمة بهذه الصورة أو يكون رسمة بهذه الصورة يعني معناها أما البؤرة تقع على محور السينات الموجب أو البؤرة تقع على محور الصادات الموجب بصورة عامة فإن معادلته بصورة عامة تكون أما Y تربيع تساوي أربعة PX إذن وهذه تسمى علاقة ضمنية وهي ليست بدالة لأن ما يقدر أكتبها Y تساوي إذا أقول Y تساوي لازم هنا أخذ جذر الطرفين ورح يكون موجب أو سالب إذن هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني X تربيع تساوي أربعة PY وهذه الصورة تمثل دالة ويمكن كتابتها بالصورة Y تساوي F of X يعني معناها Y تساوي X تربيع على أربعة P السؤال يقول لي القطع المكافئ ليس بدالة ومن خلال صيقة السؤال فإن الصورة الأولى هي الصحيحة إذن الصورة الثانية ستكون خاطئة لأن الصورة الثانية ستكون دالة وهو يقول للقطع المكافئ ليس بدالة إذن معناها Y تربيع تساوي أربعة PX إذا مر القطع المكافئ بنقطة فإنها تحقق معادلته إذن رح أعوض مكان X واحد وأعوض مكان Y أربعة إذن أربعة تربيع رح يكون عندي ستعاش أربعة P في واحد هو أربعة P يعني معناها P تساوي أربعة أعيد تعويضها بالمعادلة المطلوبة إذن معناها رح تكون Y تربيع تساوي أربعة P أربعة ستعاش X هذه هي معادلة القطع المكافئ المطلوبة إن شاء الله تكون الفكرة واضحة إذن أستقبل أسئلتكم ولا أعدكم بالإجابة السريعة ولكن حسب الوقت المتاح على رقم الهاتف 077007 تقسيم 2 بها 3 وبها والناتج 1 الباقي 1 وهو إياها 96 على التليجرام أو الواتساب شكرا لكم وإلى أسئلة أخرى إن شاء الله في أمان الله